أن أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أياذ الله فلا مضل لها ومن يضلل فلا هادي لها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد وإذا أنت ريح تسافرها بشو دويتش وإن شاء الله يسمى الفرادش بنا في الدويتش ومعن بايتها من أدب المفرد من الإمام البخاري رحمه الله تعالى درسنا باللغتين العربية والألمانية وسنتابع بارك الله فيكم في شرح الأدب المفرد من الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابه إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا بارك الله فيكم عن أبي هريرة أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثني أهدب الشفرين أبيض الكشحين إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا لم ترى عين مثله ولن ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدب الشفرين يعني طويل شعر الأجفان الجفن ودقيقها وهي كثيرة طويلة الكشحين الخاسرة خاسرة بالنبي صلى الله عليه وسلم بيضان إذا أقبل كأنه يأتي مثلا أن يتصبب من صبب مثل السفينة صلى الله عليه وسلم وإذا أدبر كذلك نفس الكلام لم ترى عين مثله إن النبي صلى الله كان ما يقارن بأحد إلا وكان نبي صلى الله عليه وسلم أجمل منه حتى لدى وحتى لو كان الإنسان يسيب فكان المبي إذا مشى بجانبه كان نبي قام أطول صلى الله عليه وسلم لم ترى عين مثله أي لم ترى عين مثله هنا يفهم منه الأمر الأول أنه لم ترى عين مثله من بعد خلقه صلى الله عليه وسلم أخلاقه ويفهم كذلك منه الأمر الثاني لم ترى عين مثله أي مثل خلقته صلى الله عليه وسلم يعني خلقتاً وخلقاً صلى الله عليه وسلم ولن ترى أي لن يأتي أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم كابتل هندك لف كابتل وإنه يأتي أحد وإنه يأتي أحد وله أحد مثل بارك الله صلى الله عليه وسلم كان الأخير من الأخير كانوا فيه كانوا جميل وكانوا فيه الكثير ثلاثت الفضاء كان يهدًا ويمكنه ينه البطاء ما هو ربيه ولكن الله يشعر، لا يوجد أي أمام سيديًا ومن الأمام سيديه ويمكنه لدى امامه دعون أبو حرير أماع ذلك أخي من الحياة كان من صباحا غير مقرف الجانب عندما كانون م야지د وقاءف صباحا قال ت BI ‎ النهاية العين كذلك للخوع του وليس لدينا أن يصف جدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه وصلى الله عليه وسلم لذلك يستطيع أعرف أن تكون شخصاً كيف أحده وكيف أحده أن تكون شخصاً كيف أحده من خلاله ومعه 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 باب المستشار مؤتنا عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم؟ قال لا قال فإذا أتانا سبيع فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أب الهيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما قال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتنا خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصل به خيرا فقال كم رأته ما أنت ببادر ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه قال فهو عتيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث ثبيا ولا خليفة إلا وله بطانة بطانة تأمره بالمحروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا أي لا تقصر في إفثاله في ساد حاله ومن يوقع بطانة السوء فقد وقيا يعني ذلك الإنسان الذي يقير الله سبحانه وتعالى من بطانة السوء فهذا هو الذي يحفظه الله سبحانه وتعالى في هذا المنكر إذا استشارت أحد الناس وهذا أراد أن يشير عليه بشريك فيجب أن يكون معك أمينا أمينا في الاستشارة وليس تستشيره وما يكون أمينا يعني مثلا أطيب ثانا أتاك أحد الناس قال لك يا أخي والله في أحد الناس يريد أن يتزوج أختي في أحد الناس يريد أن يتزوج أختي وأنت تعرف هذا الإنسان فأنا أتيت وأستشيرك فيه فهل لو عندك أخت أنت تزوج هذا فأنت أوني يجب أن تكون أمينا معه فإذا من باب الأمانة تقول له والله يشوف ألا لو عندي أختي ما أزوجه له هذا الإنسان يقول لك ليه قل له أن الإنسان هذا مثلا نحن نعرفه أنه يكذب أو أن نعرف هذا الإنسان أنه ما يصلي أو نعرف هذا الإنسان أنه أخلاقه سيئة ويجب أن تتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك المستشار مؤتمن يعني المستشار لما تستشيرها عن الناس فهو مؤتمن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المستشار مؤتمن أتى هو السبيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خل هذا ليكون لك خاضر قالوا لأنه يصلي واستوصي به خيرا واستوصي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت زوجة أبي الهيثم قالت ما أنت ببالد ما وصلت به النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعتقه فاعتقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي أو خليفة أو أي إنسان له بطانة تاني يعني كان مسؤول بطانة أمر المعرفة وبطانة لا تألوه خبالة يعني لا تقصد في فسادي حالي ألوه مصلحتها والذي يوقى بطانة السوء فهذا هو الذي حفظه الله سبحانه وتعالى عند كل مدد عند كل وزير عند كل مسؤول في هاتيب بطانة والذي يحفظه الله سبحانه وتعالى بطانة السوء هو الذي طبعا يوقع الشر العظيم فنسأل الله العافية شوفوا كيف أن زوجة الرجل أمرته بمعروف وخاتله لم تصل إلا بهذا الأمر بارك الله فيكم بارك الله فيكو بارك الله فيكم بارك الله فيكو 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 لابر الأيثم قال له هل أنت أحدهم من الأشخاص يساعد قال له نا قال له قال له وأن لدينا لدينا لن أخذ إلى ثم المتحدد محمد صلى الله عليه وسلم وقرأت بصدقات وابت المصدى وقامت المصدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصلى وصلى يقول أنه يمكن أن من هذه بيضة من هذه بيضة سيلي يمكنك أن يمكن أس electron النبي من الدولThree اzwit 대� cameras يمكن لصنوع نقول يمكنك أن يمكن أسود فعل فاللهي قابل ميضان فالوحة يقول يجب أن يكون معه فاللوحة يجب أن يكون وعنده بإمكانه كيف يجب أن يعيسه لأنه قد أبدا وانه جيد فالهيسر وقبت إلى سيدة وقال لأنه فالك تستطيع أن اتراجه وقمت بخارة هل قمت بخارة وقمت بخارة كما أخبرت أنت تتخفي عنهم وقمت بخارة تتخفي عنهم وقمت بخارة ابدا قمت بخارة الله سبحانه وتعالى يوم هو أمر ربيحي أو حديث Denn jeder Prophet und jeder Khalif Hat Zwei Gruppen um sich Eine Gruppe Die das Gute gebieten Das Schlechte verbieten Und die andere Gruppe Ist ihr egal Und die lässt ihn Schlecht werden Und wer geschützt wird Von dieser schlechten Gruppe Oder Buzhafte Dann ist er geschützt von Allah Jede König Jede Präsident Jede Verantwortliche Hat zwei Gruppen um sich Die müssen nicht zwei Gruppen jetzt Mehrere Leute sein Aber zwei, drei Leute um sich Es gibt unter ihnen Leute Die das Gute gebieten Das Schlechte verbieten Und andere hauptsächlich Die können ihre Interessen haben Und es ihnen egal Ob diese verantwortliche Person Schlecht macht Oder gut macht Hauptsächlich Die haben ihre Interessen Schaut mal hier Diese Frau Wie sie ihrem Mann gesagt hat Der Prophet sagte dir Du sollst ihn gut behandeln Die gute Behandlung heißt Ihn zu befreien Und Abul Haisham hat das gemacht Und Allah Das versteht Und subhanallah Allgemein Man merkt Ich war ja auch bei den Gelehrten Bei den Verantwortlichen Die Personen Meistens Sie sind gute Leute Aber der Kreis Was um die Person ist Diese Leute können eine Person Schlecht machen Oder gut machen Obwohl die Person An sich nicht gut ist Da war auch in der islamischen Die Schicht ist sowas Der Kalib war gut Aber Die Leute Die um ihn waren Die haben ihm falsche Informationen gegeben Die haben wegen ihrer Interessen Viel versteckt und verdeckt Die samgokent Die haben sie nicht nur die Aber sie sind Das ist Die haben sie nie Die leben Ich bin Der Der Arm der Abnen Ten Die Abbas Und Abbas Und Abbeer Stockholm und Abbas 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 En ما استشار قوم قط إلا هدو لأفضل ما بحضرتهم ثم تلأ وأمرهم شورى بينهم صحيح الأسلام ما معنى قرأ ابن عباس لا يعني أنه هنا يفسر يقول أهل العلم قرأ ابن مسعود كذا أو قرأ ابن عباس كذا أو قرأ ابن عمر كذا أي لما أتى بهذه الآية ففسرها هكذا من الله ذو ما قلت الآية هي وشاورهم في الأمر هو قال أي معناها شاورهم في بعض الأمر ليس في كل الأمور يشاور في أمور الصلاة والصيام والزكاة ومور الدينة في مشاورة إنما المشاورة تكون في بعض المسائل وليس في كل شيء كما اليوم يضم الناس أنه يجب أن يستشعروا في كل الأمور وهذا خطأ كذير إنما في بعض الأمور في المشاورة في بعض هلال وقال الحسن ما استشارقهم قط إلا ودوا لأفضل ما بحضرتين لأن يا أخوة لما يستشير مثلا الحاكم أو لما يستشير المسؤول الآخرين في بعض القضايا قد يسمع بعض الآراء أو بعض الأفكار لما يعرفه هو هو بشر هو بشر ما استدعني على كل شيء فذلك قد يكون أحد الناس عنده علم أكثر في هذه المسألة أو يعرف أكثر في هذه المسألات فيشير عليه بالخير ولكن القضايا الأخير هو للمسؤول وليس للآخرين وهذا طبعا هذا المسلم اليوم ما فهمه مظم أهل الإسلام لأنهم فهموا معنى الشورة بشكل خطأ يفهمهم الغالبية تفهم معنى الشورة أنه يجب أن يسأل كل واحد وهذا خطأ كبير إن مشورة هي المشورة تكون مع أهل الفضل وأهل العلم بالأمر وإذا عزمتها فإذا عزمتها فتوكل على الله وآخرا يقرر المسؤول فذلك ينتبه الإنسان في هذا العمر برق الله فيه كابتلفون بغاتون قنيمن ودى مفيلون قنيمن تسايس لين دو إترس معكم تسايسة أو أطرف خاق نخير من مينوين بغاتون قنيمن عمرو بنينا فقفا فقفا لذلك عباس هاتي آيه أكلاق واشاوئرهم في الأمر بصورة الملغة الملغة تسايسة أو أطرف مينوين إن دوت فاسمهم فلسل فقفا لذلك واشاوئرهم في بعض الأمر دوس مشاوئرهم في بعض الأمر مشاوئرهم فقا مشاوئرهم أطرف لذلك لذلك لماذا لماذا لأن في bestimm المناطق الأحادة لا يتضبع عنهم مثل مع الجهات أو جيدة أو الجهة أو الجهة لا يؤسون من أحدهم المناطق الأحادة لا يوجد أن يكون للمناطق الأحادة لا يوجد هذا الاهمات لا يوجد أن يوجد في المناطق الأحادة فرقاء الحديث أو التسف الإشارات التي تتسفح الأفضل إلى أن كل ذلك. لكن الأخير من فرقاء الحديث التسفل البقاء في للغاية، والن يتديد. فظل لهم الأكسس أن هذه العكسس من الأفضل بالأصلاح أنه مرورا. ما يتحلونها حاضر؟ وإذا الشيء الأفضل يقولون بالفاطل يقولون أضحب أن أيها. ولكن أراد العالمية للغاية الأفضلات الأفضلية. هذا ist auch überall übrigens auch hier in allen sage ich jetzt bei vernünftigen Leuten bei allen ist das bekannt das ist nicht unbedingt weil die Mehrheit etwas sagt das heißt das richtig ist die Mehrheit kann sich erholen aber allgemein Al-Hasan sagte bei Allah wenn ein Volk umbrat fragt und sie beraten sich untereinander dann werden sie das Beste schaffen und dann hat er eine Eiergröße von Surat Shura die Eier 38 ihre Sache ist unter ihnen mit Beratung das geht nicht um religiöse Themen die klar sind das geht nicht um Themen die Fachleute brauchen das geht um allgemeine Kinder weil wenn man von den anderen hört was sie von Meinungen haben es kann sein dass jemand eine gute Meinung hat oder jemand der beratet der hat eine sage ich jetzt eine gute Idee die der verantwortlichen kann und er nicht weiß das ist überall so der Prophet Mohammed als er in Badr kämpfte der Prophet wollte an einer Stelle bleiben ein Hibab sagte oh Prophet ist das ist das von Allah offenbar und dass du hier bleibst oder ist das sozusagen Kriegsplan und deine Meinung der Prophet sagte nein Kriegsplan und meine Meinung der Dio sagt diese Stelle ist nicht richtig wir sollten diese Stelle nehmen ist besser wir lassen das Wasser hinter uns nicht vor uns und deshalb Barakallofikum der Prophet hat das angenommen auch bei Al-Khandaq der Prophet hat das angenommen von Salman in Flaris aber das heißt nicht wie manche Leute heute denken heute die meisten denken ja es wird angenommen wir sagen wer wir beten da sagt einer nein lass uns zwei Stunden Verspätung machen das ist das oder lass uns heute die Mehrheit sind müde deshalb brauchen wir kein Kreiter möge Allah subhanahu alaihi so ist kein Beschwer sind wir zusammen ein behandlung باب es ist mein äther bei schi b عن أبي وريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار فكن استشارك أحد وأشرت عليه وأنت ما عندك علم الأفضل أن تقول الله أعلم أنا معلم أو أنك تقول إذاب إلى غيري أما أن تبدأ وتفتيه وتعطي كلام وهو أنت لا تعلم قال المصير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أفتي لهم بغير ثبت فإثمه على الذي أفتاه لأن أنت ذاك لا إنسان ما عندك علم كثير ذاك لا إنسان وسألته فأفتاه وأفتاه هو بغير علم وبغير دليل أفتاه من رأسه فإثمك عليه أما إذا تقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فليتبوأ مقعده ترجمة نانسي قنقر 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 تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وأفشوا السلامة تحابوا وإياكم والبرضة أو البرضة فإنها هي الحالقة لا أقول لكم تحلقوا الشعب ولكن تحلقوا الدين طبعا هذا الحديث في إخلاف المهد العلم في تضعيفه وتصفيه الشيخ الألباني رحمه الله يراؤه حسن يراؤه حسن ولكن فيه طبعا فيه خلاف بما أهل العلم على كل مني أخوة أما القصد الخلاف أفوا هو من عند فإنها الحالقة لا أقول لكم تحلق شعب ولكن أما الأول الحديث والذي نفسي بيليلت ومجمنا حتى تسلموا ومنه ولده ومنه حتى تحبوا هذا صحيح وصحيح مسلم فأنتبهوا هنا لا تكلم على إنما على جده من هذا بارك الله فيكو من أبوهر رضو الله عليه بارك الله فيه يراؤه وراؤه ليتحوه أن يجب ان ي clocks مجموز في من أجل يجب أن يجب عليك للذيب الخطورة ليجب أن يجب أن تخبر مجبور 기도 يجب أن تخبرك لا يجب أن يجب أن تحقق يجب أن يجب أن يجب أن تخبرك الذي يجب أن يزيده أراضي يضغي أساته يجب أن تتخذ Eso يساعد نفسه يجب أن تساعد والدماء يجب أن يكون أين يجب أن يكون أشعر لـ بينما يجب أن يصبه أشياء الاسبع يجب أن يكون كيف يسمي أحب المحال يجب أن يصبه هذا yazانو إخلاق الله خير بابه الأيفة عن ابن عباسة قال النعم تكفر والرحم تقطع ولم نرى مثل تقارب الكل يعني لما القلوب تحب بعضها تكون قريبا من بعضها هذا أمر عظيم هذا أمر عبلي لأن النعم تكفر يعني الله سبحانه وتعلم على الإنسان الإنسان ما يعرف قيمة النعمة ويكفرها ما يشكرها والرحم أيضا تقطع ولكن إذا كانت القلوب متقارب وإذا الله سبحانه لجعل الألفة بين القلوب والله لو لو أنفقتها في الأرض لما استطعت أن تفرق بينها ولو كانت القلوب بعيدة من بعضها والله لو أنفقت ما في الأرض لما استطعت أن تؤلف بينها ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤلف بين القلوب سبحانه وتعالى بارك الله سبحانه وتعالى بارك الله سبحانه وتعالى بارك الله سبحانه وتعالى بارك الله سبحانه وتعالى وبارك الله سبحانه وتعالى وبارك الله سبحانه وتعالى بارك الله سبحانه وتعالى بارك الله سبحانه وتعالى بارك الله سبحانه وتعالى وبارك الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى dann sollte man das nicht verleugnen und da sollte man gut zu den anderen sein und das ist barak clubs sehr wichtig in diesemабот dat du musst etwas wissen wenn die Herzen zueinander nähen sind und wenn sie sich für Allah lieben wenn Allah die Liebe in diesen Herzen gesteckt hat egal was passiert diese Leute werden sich lieben und mögen für Allah aber wenn Allah sagt التي تحاول على طريقة ، لا تحاول على ما تحاول ، فإن فإن لا يحاول على ما تحاول ، فإن يجب أن يجب أن يحاول ، فإنه فإن الله التكاري في القرآن فإن الله تعالى تعالى هذا يبدو أنه تفيد فإنه ما يحصل على الأرض ويحصل على الأرض ويحصل على الأرض ويحصل على الأرض لن يجب أن يحصل على الأرض فأم سيحزن إنها من جميع الهاتف سنحدد فاله سنحدد فاله رجل فاله سنحدد ومع الهاتف اشترى من السؤال همي قال انهم الأسلام لقد جميعهم وكنم حارة وكنهم يحبون وهم يحبون و الله قاله و الله قاله و الله قاله وكذلك كل المستقبل هذه الأرض وكذلك وكذلك لديهم أمام وكذلك لكن الله لقد فعله من ديني باب المزاح المزاح والمزاح إنهم صح عن أنس بن مالك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم وفي طريق أخرى عنه أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال وكان أنجشه أو أنجشه يحدو بالنساء وكان حسن الصوت فقال النبي يا أنجشه أو أنجشه كما ذكر رويدا سوقك بالقوارير قال أبو قلال فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه قوله سوقك بالقوارير وعن نبي هريرة قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا وعن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال وعن نس بن مالك قال جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال يعني يحمله قل له أريد شيء أكرم عليه فقال أنا حاملك على ولد ناقة قال يا رسول الله وما أصنع بولد ناقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تريد الإبن إلا النوق فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابهم صلى الله عليه وسلم وكان يمازح حتى الصبيان فعن أنس بن مالك قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صديد يا أبا عميب ما فعل النغيب كان النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم يمازح حتى الأطفال صلى الله عليه وسلم وما يقول إلا حقا ما يجوز أن يجذب الإنسان مازحا ما يجوز أن يجذب الإنسان مازحا بعض الناس يقول لك يعني لا يمزح فيجذب هذا ما يجوز إنما قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمازح الناس وفي قصة معروفة أنه مرة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل أدخل الجنة؟ قال لا أدخل الجنة عجوز فذهبت بكت قال ليش تبكي فأدعوه قال تبكي قال نعم لن تدخل عجوزا عربا أترابا أبكارا ستكون جميلة وتتكون حسنا يعني في سن الشباب عندما تدخل الجنة بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتضن أحد الصحابة من خلفه ويقول له زاهد زاهد باديتنا ونحن حضره كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول من يشتري هذا العبد فقل له زاهد يقول له رضاعتك كاسدة يا رسول الله يعني خسراني قال له والله عند الله لست بكاسد عند الله أنت لست بكاسد مانك خسران لأنه قيمتك عظيمة فذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمازح زوجاته صلى الله عليه وسلم فهذا موجود في دينا أما اليوم إذا مازحت الناس فقدت الاحترام وإذا ما مازحتهم يعني فقدت المحبة فالأصل أن الإنسان لا يكثر لا يكثر لا يمزح كثير ولا يكون دائما يعني خلص هكذا ما في اكتسامة في وجهه إنما يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ فظل ما معنى ذلك يعني يضاربوا بالبطيخ صلى الله نأتي بالطيخ ونبدأنا الضارب طبعا الثاني يوم حيطلع أخبارنا بالسي أن أن والبي بي سي والكذا فلا حول رأى قواته فإذا كانت الحقائق كانوا يلعبوا فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال لما تسهل للأمور الجد فهم الرجال وأمر رجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحملني على بعير قال أحملني على بعير أطين بعير فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إني حاملك على ولد ناقة قالوا يا رسول الله ماذا أفعل وللناقة أنا أبدي بعير قالوا وهل تند الناقة هل تند الإبل إلا أنه وأما فكان يمازح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولكن ما يقول إلا حقا وأما الحديث الأول في حديث أنجشة أو أنجشة فهو بارك الله فيهم كان حداء الحداء يا أخوة هو نوع من الرتم الذي يقال نوع من الكلام الذي يقال مثل الزجل فهذا لما كان يقال للإبل كانت والجمال كانت تسرع في المشي فكان صوت أنجشة جميل فكان لما يحدو ماذا كانت الجمال فكان نبي يقوله رفقا بالقوارير يعني وصف المرأة بالقارورة يعني بالزجال مفتز زجال يقوله رفقا سوقك بالقوارير يعني شوي 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 يعني الجمال لما كانت تجري بسرعة والمرأة فوق الجمال فيتحرق بشدة فكان يقول أما البراء بالمالك فكان يحدو برجال يعني كان في واحد يحدو لنوقي وإبلي النساء وواحد كان لأبي فهذا كله دليل على مسألة أما المزاح مع الصبي أو المزاح مع الصبي بغاق يا أبا عمير هو ما اسمه أبا عمير ولكن النبي سعر سل كنا أخا أنس كناه بأبي عمير معنى قالته الظغير قال له يا أبا عمير ما فعل أنه غير طائر كان معه طائر يضعه في قفاص وفيه أنه لا بأس أنه يكون عند الطفل طائر سبحان الله يا أخوة انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويمازح الطفل وكانت الجارية الصغيرة من جوال المدينة تأخذ بيد إبلي السلام حتى يقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم كان يمازح بعض الناس ولكن دائما ما يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم فالمزاح أصلا ما في شيء ولكن ما يكثر ولا تكثر الطاحق لأنه كثر الطاحق تميث القلب نصلى السلام والعافية مع أكار أنس.. أخيlog toldар أخيغلي Madag أخيغلي أخيغلي أنس أخيغلي 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 هذه الأمبات. أن يدعوى أن يدعوى أن يشعر فيه السفل على الوصف. وهم عنده كان على العاو الحالي. وقال لدراءة الضوارة من الحالي. هم إنه له الثاني كاملة من الحالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيوتاً 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 المبازل في المMS يقول رجلاً سهال الفيكون أخبر ر сопومات ها صغرن فمتفال الرمس ستيت سيوتاً 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 اس رحمن ault المMS صغران سيوتاً سيوتاد راح LGBT فورة كان هناك أعضل الذين يتكلموا فعلتهم ويقد ترجعيهم ويقد أنهمهم وهمهمهم أصحبهم أكتبdade يريدونهم أكتب مرحل والدخل ورد شعب في الجزائر قدم ج ellزارك أكتب بل운에서 أكتب بلس الابق أكتب بلعس أن يتكلم لأنه كان أكتب عن الكامل أنه قد يتكلم لا أعرف فهمت لا أعرف فهمت هذا سهل فهمت وماذا تحفظ يمكن أن يتغطي فهدى فالحسم الله قال فالحسم الله فهدى فلذى من أحدك هذا سيئة, سيئة 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 هذا فاللغم وخاله سيئة السيئة فاللغم سيئة سيئة فاللغم من أجل لا يسل وقعه أنه سبباو حديث معنا. وقعه أن هذا متعادل. لكن يقولون هي الصحة. فقط ، يجب أن يحصى ايضا. اللي يجب أن يحصى لا يحصى. يجب أن يحصى فقط ، ويجب أن يحصى لا يفح ون ويجلبت ليحمس. و limbام أسفى سبباو وصلنا من الفهاتم عن المعلومات يحصوا تهاتم من وضعات الملونة فهمت أنهم سيار بشكل مالذيصن وفهمتهم وكفي ذلك سيارات الأيام فهمتهم من الصحيات فهمتهم من الصحيات إنيتوا هل يمكنهم أن تلك مسلمة يساعدوا كل ما يصبعون ومنهم أنهم أسطروا أنهم فهمتهم أليس أو يمكنهم أن أقولوا كذلك ومن الأمر الذي يحدث في المنزل على انه قد لدينا وكان هذا فقصصب وشيئ بأمامك قد يحدث كن من دكا في أعوان أنس المناع Lumili كان بها قد الوهدى مع انا من المنزل يجب أنه هو قد يريد مع هدوء فضلك وحدي يجب أن يجب أن نصل يجب أن يجب أن أصبع فضلك فضلك المنزل من المنزل التساولين من حياتي المصدر بصمم أسروري يقول له فاطم المصدرين من حيته النبي بيشاني أسلقه سابقه قال أصدقه قال أصدقه بالأسلقه قمت بم الجانب السجل لماذا ، ف熱 ему ذلك وذلك exchange وعنهم لأني أصبحت من خبارات لات مش富 العديد والذي كان فيه علامات يبغي حدين وestial يملك معgs انه هوريا وإضافه وأن سبادت لم يكن بيقى وإن الصف يوم المكان لا يسمح إنه نقف الجلس الثالحة ومجتمعم ي Release بإئ connais منه لكن لكن من cheg STE فالسقط يمكنك فالسته وإنك لا يمكنك إنه يجب أن يقوم بقنا في السبيل فقط في وقته وإنه لم تقوم بقنا أنه يجب أن يجب أنه وعده فإن coordin يجب أن يجب أن يغبقه لذلك يتبقى في اللاره etكافة سنة كان لادو احضر مع resistant من هو يزال ان خيار احضر باوغل نجد لسنة من يا كامال احضر ان يحضر احضر سنة احضر دائع 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 نجد الله في الله هو سوء مباك. هو مباك. سوء مباك. لكن الإسلام وإن حافظه للمسك. في المحافظه الى الأولاد السابق مباك. سيلاس لك. وليس لديه وليس لديه أولاد عمر سيلاس يلغط اولاد عمر ما فعل النغايف ماذا قال النغايف مسخصاً الله ح即ث كان نغايف جديد عمر ماذا قال النغايف ما قال النغايف ما قال النغايف ما قال النغايف من صباح وحصلاً حلوق النغايف ذهب أن أعطي الأشراء النغايف أعلى بالعالوخي كميО دوما رصق الأدوى الكريمان من المدينة كانوا يحبون أحصلوا عن مقات المادة وكما اصلوا إلى هذه الأسابقة والعالوخي كمية مدينة قمتبر أنه في المدينة بحيد الحكي من المدينة لا يلزلي من ت doing Stirling يبقي من حالت ولا يلزلي ولكن ин Bonjour Jedin يجب أن نعم يستشعى لكن ا teenagers ي Relay ليس بأس كما يصدر يجب أن نعم وكما يلقى وكما يليز there مج Sedan يجب شيئًا يجب أن تريد y ي ine BRI يجب أن نحن آت realization وأن أصدر أنه فيها عالية ليس أن يكن في المال أهاتف ان شرر لو أصدر líسينا من المال شعب وulationsحب لكنهم يجب أن يساعد فنانهم ينسون عليهم لكنهم يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يكون هذا غير مالذيك ايضا كذلك يجب أن شابت حسن الخلق المرة القادمة سنتكلم عن حسن الخلقي الخلقي وسخاوة النفس وباذ الشحي بص الله يوفقنا للخير بارك الله فيكم وساكم الله خيرا ومجا الله خانتنا والحمد لله رب العالمين صلي الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك الله بحمدك أشهد الله إلا أن ترسفرك وأتوب إليك ليه ويد أنشفي السلام انتهيت إن شاء الله هل بشي